مرة تانية أحبائي يسوع كان في أريحة أعمى بارتما والسمع عن يسوع صرخ يا ابن داود ارحمني ارحمني وقف يسوع وسأله ماذا تريد أن أفعل بك يعني أجاب المريض وقال يا سيد أن أبصر فرد له البصر والبصيرة في آن واحد تبع يسوع إلى أور شليم وهنا أحبائي هذا المريض جاء إلى يسوع وقال له يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني أجاب يسوع وقال له أريد فاتهر مش مجرد كلام لمسه طهر تكلم الكلمة وبسلطان المسيح شفية وخالصة بالكامل هذه إرادة الله الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون لاحظ أحبائي احترم حرية وإرادة المسيح كما أن المسيح بيحترم رغبة وإرادة أيضا الإنسان شهد لسلطان المسيح ولكن الشيء المهم إنه جاء ساجدا سجد له والرب يسوع قال للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ولكن المسيح هو الله الظاهر في الجسد ولاحظ قبل السجود وقبل العبادة ألم يقل يسوع أنتم تؤمنون بالله فآمنوا به وهل توجد آية أوضح أن يسوع يقول آمن فيه مسيح شجع على السجود وقابل السجود كما فعل مع المريض المولود أعمى في يحنى تسعة فوجده يسوع وسأله أتؤمن بابن الله أجاب وقال من هو يسيد حتى أؤمن به أجاب يسوع وقال له الذي يتكلم معك هو هو يعني يا هو أهيا الذي أهيا آمن سجد وآمن بالمسيح أنه ابن الله الله الظاهر في الجسد وهكذا المجوس عندما جاءوا إلى يسوع وسجدوا وقدموا له هدايا فإذن المسيح لم يعترض على السجود ثم مزداقية المسيح أحبائي تظهر هوية يسوع الله فقط ما فيش حد تاني ممكن يبرئ من مرض البرس وهنا أظهر لهوته المبارك وإرادته المباركة عندما قال أريد ومن يستطيع أن يقول أريد عالة النبي بيقول بإذن الله منصلم نطلب وجه الرب ولكن المسيح معجزاته كانت تلقائية علنية بالفور أريد وبالحال طهر هذا المريض ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة